ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك وشير للفيديو القناة مخصصة الاعمال الهند ميد وعادة التدوير وكل ما يخص المنزل والمطبخ ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة دي زي ما انتم شايفين ازازة زيت طبعا فضيت حبيت استخدمها هعمل لها عادة تدوير طبعا هنبتدي نقص الجزء ده اللي هو الورق ده نشيله وبعد كده هجيب قطر كده واعمل زي فتحة عشان اعرف اقص بيها اللي هو الجزء البلاستيك ده واخليها بالشكل ده كده طبعا سويتها بالمقاص بعد كده هجيب خط الخيش والشام الشام يعني نحاول انه ما يكونش سخنة قوي علشان البلاستيك يعني ما يسحش معانا او حاجة فاحنا بنسخنه شوية وبعدين يعني ندفي عليه ونستخدمه أبدأ ألف بخط الخيش الخيط بتاع الخيش بنلاقيه متوفر في ضرب البرابرة وسط البلد ومش غالي يعني ساره رخيص جدا هبتدي ان انا ألف بقى الخيط دوت على البلاستيك بتاعي لوه بتاع ازاست الزيت بالشكل ده كده بواحدة واحدة كده وباليف الخيط عليها لحد طبعا ما نخلصها كلها بالشكل ده بعد كده ده قماش اي نوع قماش متوفر عندنا طبعا انا قيست الجزء اللي من جوه دوت وعملت على قده القماش وهبدأ ان انا ألزقه برضو من جوه بالشكل ده كده هنا بعد بقى ما عملت القماش من جوه دي كارتونة انا طبعا حطت كده الازازة بتاعتي وعلمت بالكارتونة بالقلم وبعد كده قصتها وجبت من نفس القماش بتاعي اللي انا استخدمته ولزقت عليه شم وهبدأ ان انا قص الزيادات ياريت الناس اللي اول مرة تشوفني اه تشترك في القناة واتفعل الجرز ان شاء الله القناة هياجبكم اه هنا عملت واحدة كمان لزقتها الاول وبعد كده بقى هلزق الجزء اللي انا عملته بالقماش يعني انا كده عملت اتنين بالشكل ده وهنا برضو است كده وعملت واحدة دي تبقى فاصل كده في النص وهبدأ برضو ان انا بنفس القماش كده والزق عليها احط الشماء كده على الحروف واحط كمان هنا كده علشان الحروف دي تبقى الزيادات دي تبقى متنية معي وتبقى سهلة معي وانا بلزعها بالشكل ده كده هنا بقى ده جزء اللي هو زي ده كده قصيته برضو وهعايزة اعمله زي ايد كده للجزء بتاعي اللي انا عامله دوت ابدأ قص الزيادات واشوف كده ان هي مضبوطة معي كده انا يعني هي مضبوطة معي خلاص هجيب بقى خط الخيش وهحط كده الخيط انا سايبة جزء اه يعني سايبة حتة كده مش بحط فيها من الناحيتين زي ما انتو شايفين كده انا بلزق هنا وبسيب الجزء الفاضي ده اللي هو ده علشان لما اجي الزق بي يلزق معي بسهولة اللي هو ده وده كده هحط بقى عليه الشم والزقه من جوه هلزق طبعا الجزء الفاضي وهسيب اللي هو عليه خط الخيش من برا زي ما قلتلكم المسدس نكون يعني نسخنه شوية ونطفي عليه عشان ما يسيح لناش البلاستيك ده واحنا بنلزق على البلاستيك هنا بقى هاجي في النص كده واعمل الشمع برضو على القماش وابتدي احط الفاصل اللي انا كنت عاملاه واثبته كده لحد ما ينشف اهو بالشكل ده كده بعد كده برضو قصيت حتة كده رفيعة من القماش برضو اللي انا جايباه دوت وهبدأ ان انا ألزق حتة يعني حتة حتة كده ألزق حتة وبعد كده اعمل نقطة من من الشمع يعني ألزق كده جزء صغير وبعد كده اعمل نقطة واخد كسرة علشان تدي كسر معي تبقى مكشكشة كده ومدية كسر من بره اهو بالشكل ده هنا طبعا بعد ما خلصتها بقى كلها هنجيب اه ده يعني زي جبير كده وهبدأ ان انا احط بقى على الحروف دي اللي انا ما لزهتش عليها حاجة كده كده برضو انا هلزها وتبقى متزينة من بره ومن جوه بالجبير اللي هو العبيد هنا بعد ما لزقته وهنا عملت فيونكتين من خيط الخيش وهبدأ بقى ان انا الزق اه الفيونكا واحدة من هنا واحدة من الناحية التانية ده اه ورق اللي انا طبعا اللي انا اقيل لكم عليه ببقى في المبقى اه حطيت اه على فوم كده وقصيته وبعد كده بقى وطبعا لزقته بسامغ او بورنيش مائي وبعد كده اه هلزها عليها كده من قدام تدي شكل ده هيبقى الوش بتاعي يعني فانا حطت له بقى الشكل ده كده اللي هو ابريل يعني اللي هو الفاناجيل والبراد وكده ده اه ده شكلها النهائي تستخدم بقى في المبقى لاي حاجة اه يعني ممكن اه نحط فيها توابل ونحطها بقى على الصفرة بتاعتنا ملح وفلفل مثلا اي نوع توابل او تتحط في المبقى برضو يتحط فيها توابل زي ما انتم عايزين اه وممكن برضو اه نعمل نحط فيها مثلا الكابريت او اي رفاية بتاعت مبقى والولاعات مثلا اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشاكم في فيديوات تانية جديدة ان شاء الله شكرا